يا هلا فيكم من يديد الإرشاد الأكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي حيث تهتم الجامعة بهذا الجانب كونه يهدف إلى توجيه الطلبة للحصول على أفضل النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام الفرص المتاحة لهم ويسعى الإرشاد الأكاديمي لتزويد الطلبة بالمهارات الأكاديمية التي ترفع من مستوى تحصيلهم العلمي عشان نتكلم أكثر حول أهمية الإرشاد الأكاديمي رحب معاكم مشاهدين بالسيد علي دشتي مؤسس مبادرة نويت أبني الكويت للإرشاد الطلابي صبح عليك بالخير أستاذ عليك صبح شالله بالنور وصبح على أستاذ المشاهدين في البداية لو نوضح بس للمشاهدين مفهوم الإرشاد الأكاديمي وهل في فرق بين الإرشاد والتوجيه أم أنهما يعتبرون تحت مضلة وحدة ممتاز بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم مفهوم الإرشاد الأكاديمي خلنا نعطي مثال نشبه من خلال هذا المثال لتوضيح المفهوم الإرشاد الأكاديمي يحتاج الطالب خلال دراسته الأكاديمية اللي هي خلنا نتكلم من بعد مرحلة الثانوية اللي تعتبر مرحلة الدراسة الأكاديمية في الجامعة هي في الواقع عبارة عن رحلة يحتاج الطالب إرشاد من البداية من أول ما يبدأ هذه الرحلة إلى نهاية هذه الرحلة فبالضبط احنا نشبه الطالب المسافر من اول ما يقصد تذكرة ويروح المطار ويركب الطيارة نشوف على طول فيه شنو عملية ارشاد ارشادات اوكي تطير الطيارة الساعة كذا الدخل دون لجنات الساعة كذا مثلا الكيلو ووزن الجنطة هذه العملية وهذه التعليمات احنا نسميها شنو ارشادات فالطالب يحتاج عملية ارشاد جمل معدل مطلوب حق دخول هذه الكلية او هالتخصص متى يحصل على مثلا انذار متى ينفصل في حال نزول معدلة هذه التعليمات تعتبر ارشادات فطبعا يحتاجها الطالب من البداية من اللقاء التنويري وما قبل التسجيل التوجيه عملية مختلفة تماما التوجيه في حال اذا المسافر ضاع طارت عني الطيارة الحين شنو اسوي احتاج احد يوجهني احد يفيدني الحين انا ضايع نفس الشي الطالب اثناء دراسته فجأة انا ما حبي التخصص اللي انا فيه بالشيط الكلية الغلط ابي اطلع لا تعال لا تطلع هنا انا اعملك عملية توجيه فهنا اكتشاف قدرات الطالب واكتشاف ميولة واكتشاف فهذه في الواقع هي تعتبر وجهان لعملة واحدة احنا ما نقول ان نقدم ارشاد بدون توجيه لا الان ارشاد وتوجيه كوتشينج وكاونسلينج هذه المفاهيم جدا مهمة في المؤسسات التعليمية اش كثر مهم فعلا اذا الطالب خذ الارشاد الاكاديمي الصح مثل ما تفضلت ان طيارته توصل لوجهته يعني سالم وعافى وكل اموره يعني تمام بالضبط ممكن يأثر على مستقبله حتى اذا ما خذه او ما حصل الارشاد المناسب امية بالنمية يأثر على مستقبله على اسرته وعلى مجتمعه يعني خلنا نتكلم ارغام تشذي بشكل سريع حسب الاحصائيات والدراسات اللي عندنا بان 70% من الطلبة في سنة اولى للدراسة الاكاديمية الجامعية يتسرب دراسيا ليش اما هو داش تخصص الخطأ هو موحى بالتخصص اللي هو فيه او داش تخصص وما يدري شنو اصلا قصلك يتعثر يعني او انه طبعا يتعثر بعدين يتسرب او قد يتسرب على طول يترك الدراسة يترك الكلية يترك فمثلا احنا عندنا احصائية التسرب الدراسي في التطبيق اللي انه توه مذكورة بالجريدة لعام 2016 12 الف طالب متسرب في سنة واحدة عدد جدا كبير هذولي شنو رح يصيرون في المجتمع وهل الجهات الثانية جازنا تستقبلهم وهل اذا استقبلتهم رح يكونون في المكان الصحيح بالنسبة الى هل هو مهم ولا مو مهم طبعا مهم لان الدراسة والمسار الاكاديمي هي وسيلة الغاية هي حياته شنو يبي يصير بعدين اذا ما كان انسان سعيد في حياته ما رح يستمتع في حياته ما رح يكون انسان ناجح ومجتمعه خسر رأس ما البشري فأكيد شي مهم بالنسبة حق حياته الشخصية وحق مجتمعه وكيد اهله رح يعانون نعم السؤال جدا ممتاز ومهم للامانة احنا من خلال مبادرتنا نويت ابن الكويت للتوجيه والارشاد الطلابي عانينا من عدم وعي اكثر الطلبة باهمية هذا الجانب هل اخترت خصصك لا ليش ما اخترته هل يقالوا لي ربعي بيروحون هالمكان هو مواعي على اهمية هذا الشيء متى يصير الوعي لما يتعثر لما يطيح لما يصطدم لما يحوش اندار معدل والكلية بيفصلونه كذا بعدين فمرحلة الوعي تم اثناء الغرق مو قبل لا يغرق يلبس سترة النجاة هذه الاشكالية فاحنا في الواقع دورنا كمختصين دور وزارة التربية دور الجامعات سواء خاصة وحكومية جامعة الكويت دور كل مؤسسة تعليمية ان تقوم بعملية توجيه وارشاد ليس فقط ارشاد مو بس تعطيه تعليمات تعطيه ويكون شيء واضح سهل الحصول عليه يعني عشان لا نبخص حق احد في عندنا في مؤسساتنا التعليمية ارشاد طلابي بالذات تطبيقي جامعة الكويت ولكن احنا نقول ضيفوا عليه توجيه مو بس ارشاد ايضا توجيه يعني جامعة الكويت ادارة الاشاد الاكاديمي توفر الارشاد النفسي والاجتماعي والاكاديمي وايضا يعطون توجيه ولكن اتوقع انا يعني اللي لمست انه وايد من الطلبة ما يعرفون عنها الادارة بسبب عدم وصول الادارة لهم فاتوقع نحتاج مثلا فعاليات تسويق مناسب ترويج مناسب لهذه الخدمة فيعتبر اهو دورنا قبل لا الطالب يكون واعي لنا طالب مواعي فاحنا دورنا كمختصين احنا مثلا الآن احنا في الاتحاد الكويتي التنموي مؤسسة غير ربحية نحن مبادرين في تعزيز مفهوم التوجيه والارشاد في المجتمع فاتوقع هذا دورنا في الدرجة الاولى سبع علي انت ذكرت الحين شنو ممكن تكون معاناة الطالب في حالة انه اختار تخصص الغلط شنو رح تترتب عليه من يعني خنقول اثر احنا نزين بالكويتي عندنا قاعدت انت طبيق مفهوم الارشاد الاكاديمي بحذافيرة خصوصا للطلبة يعني ممتاز نتكلم على ثلاث مؤسسات تعليمية المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى المدارس للأسف للأسف الشديد واحنا نمد ايد التعاون في مفهوم الارشاد الاكاديمي على ورق ولكن لا يوجد مرشد اكاديمي في المدارس في الواقع الباحث النفسي هو من يقوم باختبار الميول واكتشاف الميول للطلبة علشان يختارون تخصصهم الدراسي لان جزء من الارشاد هو عملية اختيار التخصص الدراسي وهذا يتم للصف العاشر الثاني عشر تحديد المسار الاكاديمي هذا الاختيار اللي يقوم فيه الباحث النفسي والباحث النفسي هو باحث نفسي هو سايكولوجست مو ستيدنت يعني ما يعتبر اكاديمي كوتش مش مدرب او كامسلر مش مرشد مرشد ما يعتبر مرشد او كوتش مو مدربة يعني فيه شاغر ولكن على ورق لم يتم تنفيذة لم يتم تفعيلة واحنا حقيقة بادرنا يعني المدئي التعاون مع وزارة التربية وهناك بوادر تعاون واحنا نشكر وزارة التربية على هذا التعاون ولكن نتمنى ان يكون على النطاق اوسع مع تغير القيادات والوزراء والاخر يشوي صار فيه عملية يعني بطف العملية ولكن الاخوة الموجودين اللي هم الوكال المساعدين مو مقصرين منهم احب اشكر واشيد في دور صراحة بو محمد وكلمساعد فيصل مقصيد على دور اويانا قمة التعاون للامانة ونتطلع الى المزيد من التعاون في جامعة الكويت فيه ادارة ارشاد اكاديمي فيه التطبيقي تم انشاءها لاحقا ادارة ارشاد اكاديمي ولكن دورهم مقصور على الارشاد فقط اعطاء التعليمات للطلبة احنا نقول لا عملية التوجيه اهم الارشاد قبل لا يطيح الطالب في اي تعثر او اي عملية مثلا ممكن تعرض الى التسرب الدراسي نحطه في المسار الصحيح اللي هو نكتشف قدراته ميولة مواهبة مو فقط اعطاء التعليمات هذا الكل اذا بدشت تاخذ هذا المعدل لا اكتشفني في البداية وحطني في المسار الصحيح عشان تعطيني عملية وقاية وليس علاج نعم يمكن احنا باول ما سمعنا بمفهوم او ترم خنقوم لمرشد الاكاديمي بالجامعة وفي بعض يمكن الجامعات يعتبر الزامي دور المرشد انه هو لازم قبل لا انت تختار موادك تختار تخصصك وخلال خنقول الفصل الدراسي اهو يتابع يعني تقدمك شنو درجاتك شنو نقدر مثلا نتجنب الانذار المعدل وكل هذه الامور نعم انت حين ذكرت تستابعلي ان المفروض المرشد الاكاديمي يكون موجود من المرحلة الثانوية هذا اذا مو قبل بعد بشوي طبعا طبعا نزين هذا هل قاعد شوف فيه يعني فيه نتائج عكسية تأخر دور المرشد من انه هو الطالب يمكن من مرحلة الثانوية يختار علمي ولا ادبي ورح يتعثر بالجامعة لان دور الاهل يمكن يلعبون دور كبير انه يختارون حتى التخصص هذا في هذه المرحلة نعم امية بالمية لها دور عكسي في الواقع المرشد الاكاديمي اللي انا حطيته حق الطالب بالجامعة بعد ما الطالب اختار تخصص وسجل مواد اثناء تسجيل مواد انا وهكته وهكت المرشد لانه قد يكون هذا الطالب من الاساس نسمة تفضلت اياياني من الجامعة مختار تخصص مو مناسب له فشي طبيعي رح يتعثر درجات رح تكون مو زينة انا كمرشد رح اعاني وياه رح اركز اقول له والله مثلا تحتاج مهارات دراسية ولانه جزء من عملية الارشاد والتوجيء اللي هو تعزيز مهارات دراسية لدى الطالب فقد يكون هو مو محتاج مهارات وهو مو بالمكان الصح يعني مثلا احنا شنو مفهوم قدرات الطبيعية حسب ما تشير الدراسات بان الانسان اذا تم وضعه في المكان الصحيح لقدراته الطبيعية يكون انسان منجز فعال مبدع انزين القدرات الطبيعية لو ابي اضرب مثال على مثلا اسمتها قدراتها الطبيعية انها تسبح في الماء لو اطلعها في الحياة البرية واعطيها دورات تدريبية مع مرشد شون تعيش في الحياة البرية شا تفيدها المهارات اهي بالمكان الخطأ هذا اللي قا يصير عندنا في الجامعة ادارة الارشاد الاكاديمي اتعاني مع الطلبة لانه هو عملية الارشاد يت بعد اللقاء التنويري بعد ما الطالب سجل وخلص يقول لهذه الكلية هذا الباب اللي يدش هني تصفت سيارتك زي شاستفت عطني من البداية انا شنو مواهبي قدراتي مكانياتي طبعا هذا الكلام موجه للمدارس تحديدا وزارة التربية للأسف يدخل الطالب الطلبة في منهم موهوب فيحتاج يحتاج تعليم تسارعي يتعلم بطريقة مختلفة كما موهوب وعندي الطالب الأفرج العادي يحتاج يعني يتعلم بالتعليم التغليدي وعندي الطالب اللي يعاني من صعوبات التعلم اللي هي مثلا ديسليكسيا ديسكرافيا ديسكالكوليا صعوبة قراءة حساب كتابة اول حساب هي الـ ADHD اللي هي الـ attention disorder تشتت الانتباه فرط الحركة هذا يحتاج مدارس خاصة طبعا عندنا مشاريع مشروع الدمج ومدارس الدمج ولكن للأسف اكتشاف حالات صعوبات التعلم قالبا ما يكون يعني اكتشاف عشوائي أو لمن يتعثر الطالب ما يتم في البداية لا يا جماعة أول ما يدخل الطالب من أولى ابتدائي أعرف هذا صعوبات ولا موهوب ولا عادي علشان لا بعدين أتوهق في عملية شنو الطلبة يتعثرون ويتسربون دراسيا والدولة قاعد تفقد رأس مالي كمادة ورأس مال بشري نسبة التعثر الدراسي والتسرب الدراسي تكلف وزارة التعليم العالي حق المبتعثين سنويا تقريبا 5 مليون دينار من هو المسؤول عن هذا الفاقد ولو تم استقطاع 10% من هذا الفاقد في تعزيز موظفين مختصين كمرشدين كان أنا وفرت 35 مليون هذول فقط لمن أسد شواغر فنحن نقول يا جماعة الوقاية وليس العلاج المرشد لا يكون معالج أهو اللي يحط الطالب في المسار الصحيح لأن عملية الوقاية من البداية وتحديد المسار الصحيح تكلفني أقل بكثير من عملية العلاج هذا المفروض سبعلي في بعض بداية الطالب أول ما يدخل الجامعة يكون طالب مسجد أهو إيدش وجدوله جاهز يعني في بعض الجامعات يكون خلاص أنت طالب مسجد فأنت عندك يعني هالأربع مواد في هذا الفصل الدراسي وبعدين بعد ما تتخطى هذا الفصل تروح للمرشدك الأكاديمي عشان أنت تحط لك جدول الحين دور المرشد تعبتك بسؤال؟ لا تعبت نفسيا من رضا هذا واقع أستاذ علي يعني هذا اللي قاعد نحن نواجهه وهو يعتبر الجدول المحدود لكل الفئات أو كل الطلبة أنه هذا والله يحاكي جميع المستويات الحين المرشد وين دوره ممتاز الحين يمكن أنا إذا أتكلم على دور المرشد أتكلم على الشريحة الأقل أنا عندي الشريحة الأكبر لشريحة الطلبة المرشد إحنا أيضا أرجع وأقول مرشد دوره يلبس قبعة الموجه ويرجع مرة ثانية يسوي اختبارات قياس للطالب سواء اختبار قياس دكاء قياس قدرات شخصية وميول طبعا جسم القدرات الشخصية اللي اكتشاف المواهب إذا ما كانت عنده هذه الاختبارات القياس أرجو أن يطالب الإدارة بتوفيرها إذا ما طالب الإدارة بتوفيرها يا جماعة يا مختصين إحنا موجودين أنا أتكلم كمرشد وموجه ومدرب وإحنا مختصين وعندنا مبادرة عندنا كل هذه الاختبارات يا جماعة أقوله بس نبين نبني ديرتنا وإحنا حاضر إحنا جاهزين ما قاعد نأخذ فلوس من الطلبة إحنا قاعد نتعاون مع مؤسسات تعليمية عشان نساعدهم فإذا ما توفرت عندكم إحنا حاضرين الآن خلو نوجه هذا الكلام حق الطلبة ممكن الطالب يقولون زين أنا شا سوي يو وحطون يسوي أقول له مسؤوليتك أنت أيضا تعال بادر حق الجهات المختصة وإحنا يعني موجودين ونقدر نساعدكم موجودين في الجامعات وفي المدارس وفي يعني قاعد نتواجد ولكن بشكل يعني مو مستمر ولكن موجودين أنت بادر اسعى لي اكتشاف موهبتك ذكائك قدراتك الشخصية وبالتالي يحط نفسك بالمكان المناسب نعم اسعى إلى الحصول على التوجيه والإرشاد من الخارج إذا ما توفر لك في الكلية لا تروح بيت يدك بالزوارة وبالدواوين ما رح يعطونك توجيه وإرشاد ومحترامي أيضا والدينك يحبونك ويابون مصلحتك بس مو مختصين والدينك ممكن يابون يحققون أحلامهم فيك ممكن يقولون لك كيفك كيفك هذه بروح هتوهق لا أنت اسعى يقول لك والدينك ساعدوني بالحصول على توجيه وإرشاد في معراكز مختصة في روح أنت اسعى من الخارج نفس الدواء ما لقيتها في القطاع الحكومي تروح حق القطاع الخاص إحنا كل شي نعرف ما شاء الله نروح نلقى بره الأكل ما يعجبنا ندور أكل بره بس مستقبلنا ما ندور ليش؟ هذا أهم أنا بكون إنسان ناجح وسعيد في حياتي مو معقول أده مطعم يعطوني أكل جاهز أنا بختار المطعم الأكل اللي أبي أكله مو معقول لديش محل اللي بيعي لبسني أنا أختار اللبس نفس الشي مستقبلي أنا أختار المستقبل اللي ناسبني عشان أكون إنسان سعيد سابعالي بحكم أن أنت مؤسس لمبادرة نوية أبني لكويت للإرشاد أكيد الطلابي نعم الحين يعني الطالب هو يلازم يقول لكم أو أنتم تبحثون عن الطلبة يعني طريقة التواصل يعني إذا في طالب يوده يلجأ لكم عشان يستفيد من خدماتكم ممتاز أو أنتم تعرضون خدماتكم نعم أول شي طريقة التواصل عشان إحنا تحجي نفيد الناس إحنا فعالياتنا عبارة عن ورش تدريبية وجلسات ودورات مجانية بالكامل اللي حاب يتواصلوا إلينا بشكل مباشر يسجل هذا الرغم إذا بعد ذنكم ممكن يسجله بشكل مباشر 99 عفوا 55 96 33 55 96 33 فريق التنسيق يتواصل وياكم ويرد عليكم سواء البوتساب أو بالاتصال إحنا طريقتنا نزور المدارس ونزور الجامعات ونعطي محاضرات تحفيزية وتوعوية تساعد الطالب بمعرفة أهمية الأرشاد والتوجيه الطلابي وتحديد مساره إذا الطالب اهتم نقول له هذا جدول فعالياتنا اللي هي الورش والدورات تعال فإحنا نزور الأماكن هذه المؤسسات تعليمية نعطي فعاليات مدتها ساعة فقط سريعة أو محاضرات فقط توعوية نبين له أن من الآن لازم تحدد مسارك الأكاديمي أو الدراسي تخصص وإذا أنت متعثر أيضا نساعدك في المهارات الدراسية إذا هو مهتم يلتحق وياننا في الفعاليات اللي نسويها بره بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرين والدعمين منهم طبعا وزارة التربية وجامعة الكويت والتطبيقية نحن طبعا نوجه رسالة أكيد لكل المؤسسات التعليمية سواء كانت بالقطاع الحكومي أو الخاص وأيضا رسالتنا للطالب نفسها حسيت نفسك من تعرف تختار تخصصك أو خايف من هذه المرحلة اليديدة وماذا تتعثر يمكن مثالك جدا جميل أستاذ علي طيارتك خل توصل للجهة أو وجهتك السليمة والصحيحة فأتوقع يمكن أنت الجهة التي نتمنى على الجميع أن يتواصلون معها لأن مبادرة وطنية بالضغط مجانية للكويتيين وغير الكويتيين أي واحد عايش على أرض بلدنا العزيزة نحن نحترمه ونقدره ونتمنى للنجاح والسعادة في حياته وهذا اللي جبل عليها الكويت حكومة وشعبا حقيقة نساعد لكلنا وهذه مبادرة متاحة للجميع نعم قواكم الله الأستاذ علي دشتي مؤسس مبادرة نويت أبني للكويت رشاد الطلابي على هذا اللقاء وكل التوفيق لكم شكرا لكم وشاهدين نطلع فاصل ونرجع